أعلن مسؤولون أوكرانيون أن الدفاعات الأوكرانية سقطت 12 صاروخاً روسياً وطائرتين مسيارتين في هجوم كان يستهدف مناطق في كييف وقال وزير الخارجية الأوكرانية أن هذا الهجوم الروسي هو الأعنف على العاصمة منذ أسابيع في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في جبهات دوني أسك بينما صدت خمس هجمات أوكرانية مضادة يأتي ذلك وسط محاولات أوكرانية متواصلة لاختراق الدفاعات الروسية في أكثر من جبهة وعرقلت تقدم الوحدات الروسية ترجمة نانسي قنقر